نتوقف عند الخبر ده ونروح لزميل عزيز محمد دكروري عشان يطمننا على كل كبيرة وصغيرة في ميران النادي الأهلي مسائل فل يا كابتن محمد كل سنة وانت طيب الأول وحشني بقالي كتير ما شفتكش طمننا بقى على ربنا خليك رب طمننا على الميران وطمن الجماهير كده وصف لنا التمرين واللي حصل في التمرين طمننا على المصابين كان في جلسة بين فيلر وكابتن سيد عبد الحفيز كان برضو فيلر طمن على لعيبة على المصابين يعني عرفنا ودخلنا في الأجواء أكتر من خلاله سيد ريك بدأ كان في محاضرة أول مع لعيبة من كابتن سيد مع لعيبة هو غرفة الملابس وبعد كده طلعوا كلهم ملعب طبعا المحاضرة الثانية اللي بيعملها سيد ريكوانير فيلر هو يتكلم مع لعيبة وكان في وضح ان كان في تحقيق جدا من لعيبة وانه هو كان من خلال اللي احنا شوفنا يعني ان هو بيقول لهم يعني بيعمل التدريب هو هو اللي يكون المكوياس لمشاركة المباريات كان اليومين اللي فاته كان فيه التدريبة كانت على التأثيمة كانت على عرض بطول وعرض الملعب كله النهاردة الموضوع دق شوية والملعب كان دق شوية وكان الهدف من التأثيمة اللعبة يعني تدريب من لمسة واحدة بس أكورة كان طبعا ميستر توماس كان محطط الأحمال بدأت تدريب الجارية حول الملعب وبعد كده كان فيه يعني بس معضلات التدريبات البنانية بدأت في الهدف شوية لانه هو كان معالي من اللي فاته المعاردة الموضوع بدأت في الهدف شوية وعلى طول دخلوا في التأثيم على طول مباشرة كان الملعب صغير المعاردة جدا وكان واضح جدا من اللعيبة من التركيز على موضوع اللمسة الواحدة وانه فيه بقى فيه استرس على المعاردة من المعاردين من خط النص او حتى من المدسعين هم اللي بيطلعوا في المعاردة كورا يعملوا استرس عليه وطبعا التأثيمة شاهدت نعلق لأفشة وطلح جمعة وحسين السيد وعمر السلية وحسام عشقور وكذا نحن نتحدثين وبالنسبة لتدريب حراس المرمى ناستر مايكل يانا كونين عمل تدريبه كوية مع حراس المرمى وكان مركز المعاردة جدا على العرض يغف ودرجة ان هو كان في التدريب كان يوقف نفسه يعني يوقف يشاكف مع الأراض عشان ما يخلهمش يوصلوا لأخورة بس هو كان وضع ان التدريب كان قوي جدا وكان على العرض يغف الجاسة أكثير تمام وبعد كده وبعد المتأثيمة كان تيبقى برضو تدريبه أخرى واللي عاديين على الكرات العرضية وكان يجيب استغنال بعيد الخط النصف الكرات العحولية والمدافعين برضو زي ياسر إبراهيم وزي محمول متولي استغنال العرضيات لما يجي درجة محرز مباشرة أو حتى الكرمان تمام تمام المصابين وال اتفضل التدريب طبعا برضو تعلق لشريف أكرامي والشيناوي وعلي غصري التدريبه كان قوي جدا تمام من أكيد انتو عارف تدريبنا لأهلي وإستاذ المشاهدين عارفين تدريبنا لأهلي كله وكان حقا برضو في المران كان المصابي حصل محوظ لنهاردة كان محوظ التدريب برضو كان بيأزر بعيدها تمام المصابين طمنا عليهم يا محمد المنهاردة كتابين كتاب عرامي ربيع وكان ترامي ربيع ومحمود وحييل كتابه بنيجاري والخديث حولي الملعب كتابين سعد ثاميل بيجاري والتأهيد اللي عنده تمام أنا بشكرك شكرا جزيلا على زي التغطية المميزة